لما بيجي صاروخ حجمه طن بفرتك أمه للطفل شو ضل فيه شو عم للطفل أنا قدامك وقدام الكاميرا قوية بس أنت ما بتعرف إيش في قلبي لو أنت فتحت قلبي حتلاقي بنزف حرفيا بنزف تصار فينا كتير اللي لسه يصير أكثر أنا كنت كل ما أشوف طفل قدامي أشلاء أطلع أولاد أخوي أطلع أولاد أختي أحكي يا رب ما يجيب هذا المنظر قدامي يا رب ما يجيب هذا المنظر قدامي لأنه صحبك تفع من روحك تشوفيها أشلاء متفحمة هذا إذا قدرت تتلميها أنا صدقاً بحكي لك لأن الطفل شو حجمه لما بيجي صاروه حجمه طن بفرتك أمه للطفل شو ضل فيه شو عم للطفل حتى إحنا في الطبيعة وفي الكرة الأرضية كلها إكرام الميت دفنه إحنا وصلنا لمرحلة ما نقدر ندفن اللي بنحبهم وخبرك موفف صار معايا قبل نأجي بشهر كنت قاعدة عند ناس وجماعة ناسحين كانوا ناسحين من دير البلح من منطقة دير البلح نزح الأم والأب والأخت وقاعدت ضل لهم ابن ومرته والده جديد تمام وابنها عنده أربع شهور أو ست شهور بالضرط ما بعرف بقوا اللي هو هو ومراته وابنه واجهوا 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 بعد أسبوع قالوا لهم لازم تنزحوا من دير البلح لازم تطلعون أنه اليهود بلشوا يجربوا نزل الشاب بركتب بحط الأغراض بالسيارة نحن نطلعين من بيتنا هنروح على مكان الله يعلم وين بدنا ناخد معنا حرمات على الأقل بدنا ناخد معنا فرشات عشان إذا نمنى بالشارع أو نمنى بالخيام نلاقي إش ننام عليه مش هننام برضو كمان على الأرض الشاب قاعد بركب بحط الأشياء بالسيارة فجأة وبدون صادق أنظار مرته قاعدة تتصور إش فيه منقصه في الشاب السيارة باللي فيها إيجان الخبر ست عمرها 28 سنة والدة جديد تقدرش تقوم بكل هذا المهام شافت زوجها بموت قدام عناها كانوا اليهود محصرينهم من ورا طلعوها وقالوا لها امشي قلت لهم زوجي قلت لهم زوجي قلوها سبي وامشي اكرام الميت دفنوا بدقتهم جوزي قلها لا سبي كمان كلمة هي عارفة كمان كلمة لو زودت كلمة واحدة كانت جنب زوجها كانت مشيت وثابته قاعدنا اربعة ايام او خمس ايام بعد ما اليهود انسحبوا من البيت بعد ما حاصروا البيت وشافوه وداهموا البيت وانسحبوا منه قاعد والده يتواصل مع الاصدقاء المجاورين للشاب اللي موجوده هناك انهم روحوا جيبوا ابنه دفنوه رايحوني انا مش مرتاح ابنه ميت انا مش قادر ادفنه رايحوني ما حدا قدر يوصل لحد الان صدقا انا سفرت واجيت والشاب من دفنش